بس يا خنسر هو هنرجع لأصل الاضطهاد ايه هو أصل ده هو يحنى عشر عشر السارق لا يأتي إلا ليسرق ويزبح ويهلك مين هذا السارق؟ هو عدو الخير اللي عنده مشكلة أساسا مع الإله الحقيقي هذا الشيطان هو مصدر الاضطهاد عشان كده هو موجه للكنيسة لكنيسة الرب لدرجة أنه بعامي أزهان المضطهدين حتى يكونوا تحت قناعة أن العمل اللي بيعملوا ده بيقدموا خدمة لله يحنى ستعاشا يحنى ستعاشا يظنوا أنهم يقتلوكم أو يعملوكم أنهم يقدموا خدمة لله وده اللي كان بيعملوا بردو بوليس في جهالة في ظلمة واخد لبلك فبناء على كده التارجت ضد المسيحية الحقيقية أو مؤمنين الحقيقيين أو كنيسة الله علشان مصدر الاضطهاد هو عدو الخير أكيد أكيد وفي مقارنة يعني السارق اللي هو الإرهابي أيوة يسرق يذبح يهلك هاي عمل الشيطان بالزبط سياسة الموت أيوة المسيح أما أنا أتيت لتكون حياة فإذا المسيح مش بس هو الحياة رسالته هي الحياة هو نبع الحياة تضفق الحياة مصب الحياة هو الحياة بالزبط